شو الرسالة بعد كل هذا الموضوع سواء مسيحيين مش فاهمين فكرة الصليب سواء مسلمين رافضين فكرة الصليب سواء يهود متعثرين بالصليب شو الرسالة اللي ممكن انقدمها من خلال هذه الحلقة الله أحبك محبة شديدة ويريد أن ينقذك يريد أن ينفذ عدله وينفذ مراحمه نفذ عدله أي عقوبتك التي تستحقها نفذها في يسوع المسيح الصليب ويريد أن يقدم لك الرحمة من خلال يسوع المسيح المزبوح لأجلك أنادي عليك أن تأتي وتقبل المسيح مخلصا وفاديا مات وقام فقال الرب يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر